وان كليك احد الشركات النشاقة في السوق المصري معكم بيدياوي وديو اسبيديا ودرايف وان كليك اكس ميوزيك 2 برو علبة الهاتف ما اختلفتش كتير عن علبة الوان كليك بوب 2 من اللون الاس ودول الكتابة عليها باللون الدهبي وبتوجد في الخلف مواصفات الهاتف اول ما بتفتح علبة الهاتف فاول حاجة بتلاقيها هو الوان كليك اكس ميوزيك 2 برو اسفع الهاتف بيتوجد سكرينة مصنوعة من الازاز لفتة كويسة من وان كليك وبتوجد كفر مصنوع من السلكون الشفاف اللي بيحمى ظهر الهاتف مع المحفظة على تصميم التليفون واخيرا كابل الشحن والشحن الخاص بالتليفون اللي بيشحن الهاتف في حوالي ساعتين وربع وده رقم كويس ومقبول بالنسبة لسعر الهاتف وسعة البطارية 2450 ميلي امبير اما عن تصميم الهاتف فمتشابه بشكل كبير مع هاتف سامسونج وزن التليفون حقيقيه رائع وسامكة كويسة والكيرف اللي موجود في الجهة الخلفية عند الاطراف بيديك مسك التليفون فعلا مريحة شايف ان تصميم التليفون ممتاز بالنسبة للسعر طبيعي مش هتلاقي لمبة اشعارات وزرار التحكم غير مضيئة ده هاتف اقتصادي لكن كتصميم ووزن ممتاز جدا بجانب طبعا الاهتمام بالكافر والسكرينة الازاز وبالتالي مش هتحمل هام لإكسسوارات الهاتف بيحتوم من الجهة اليومنا على زرارة التحكم بالصوت والباور ومن الأعلى منفذ 3.5 ميلي الخاص بالسماعات من الأسفل بتوجد السماعة الخارجية ومايك المكالمات بتوجد فوق السماعة وتحديدا أعلى الإطار الدهبي وأسفل أزرار التحكم بالنظام من الخلف الكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل فلاش أحادي وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل من غير كلام كتير هاتف اقتصادي فهاتف ديك كاميرا عادية قوي 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 بالنسبة للسعر بصراحة ما أعرفش إيه الحكمة أن شركة فوكس على التصوير في هاتف اقتصادي وتلغي البصمة الموجودة في الوان كليك بوب 2 أعتقد أن تواجد البصمة هو سر النجاح الوان كليك بوب 2 كأرخص هاتف في مصر ببصمة ليتعدل 1000 جنيه في ظل الارتفاع الأسعار ده ظهر الهاتف قابل للإزالة بحيث أنك تقدر توصل للشريحتين ومنفذ مفاصل للميموري كارد بسبب أن زاكرة الهاتف 8 جيجا فقط كنت أتمنى زيادة السعر 16 جيجا طالما ما فيش بصمة البطارية القابلة للإزالة اللي بساعة 2450 ميلا أمبير واللي هتديك حوالي خمس ساعات ونصف سكرين أون رقم ممتاز بالنسبة للسعة دي وحجم الشاشة الخمسة بوصة اللي بتاقة HD وبالتالي هتديك كسافة بيكسلات ممتازة ممتازة بالنسبة لسعر الهاتف حوالي 294 بيكسل في الوصة المربعة الدقة دي على الحجم ده شيء كويس ويحسب لوان كليك وكسافة البكسلات دي صعب نشوفها في السعر ده وأعلى من الموجودة في هاتف أغلى منها فبشكل عام شاشة التليفون مناسبة بالنسبة للسعر لكن اللي هي مرحوظة على التطش إنه بيكون تقيل وقت الشحن تحديث يوصل لحلل المشكلة دي كانت بتحصل معي في برندات تانية وعالمية ويقوح ساب لوان كليك إضافة سكرينة مصنعة من الإزاس في العلبة وبالتالي مش هتحمل هام البحث عن سكرينة الهاتف أداء الهاتف كان جيد بالنسبة للسعر بسبب معالج ميديا تيك 6580 رباع الأنوية بتردد 31 جيجي هيرتس فأداء الهاتف كان طبيعي ومنطقي بالنسبة للسعر هيشغل الألعاب على الدقة ما بين المنخفضة والمتوسطة حسب قوة اللعبة فما عنديش أي مشكلة مع استخدام المعالج ده لأن المعالج ده موجود في هاتف أغلى من وان كليك الهاتف بيحق على تدوق يا سلاداء انتوتو حوالي 24879 نقطة أما عن الاستخدام اليومي فأنت بتتعامل مع 1 جيجا رام لكن كنت أتمنى الزيادة ل2 جيجا طالما ما فيش بصمة أهو يبقى تمييز عن الوان كليك بوب 2 إضافات وان كليك على السوفت المطور والمحدث بشكل كامل وواجهة جديدة في هماءة فتح القفل الشاشة وسوبر سكرين شوت وأنك ممكن تتمل إفكت يحصل لما تجي تلمس الهاتف ويختار شكل إفكت اللي يناسبك ده غير أنه بيقبل التحديثات الهوائية فبشكل عام الواجهة صراحة كويسة وأفضل من الموجودة في البوب 2 أما على رأيي بديوه في الاكس ميوزيك 2 برو فباختصار ده تحسين للوان كليك بوب 2 وزن خفيف مسك أفضل من البوب 2 مع إضافات شاشة أفضل كألوان وسوفت أفضل أخف ومليء بالإضافات وأخيرا كاميرا أفضل بالنسبة لسعر الهاتف أنا شايف نلوانك لك ميوزيك 2 برو خير مناسب لو أنت مش حابب وزن وسمكة البوب 2 مش فارق معاك البصمة فالميوزيك 2 برو هيكون مناسب لك في الاستخدام اليومي لكن كنت أتمنى إضافة البصمة الموجودة في البوب 2 أو أنهم يميزوا الميوزيك بذكرة أعلى 16 جيجة مثلا أو رام 2 جيجة لكن مازال الهاتف بيقدم لك تصميم وزن كويس اكسسوارات متواجدة في علبة للهاتف دعم شارحتين منفذ منفصل للميموري كارد شاشة HD أداء كويس سوفتوار حلو بالنسبة للسعر طبعا مش محتاجة أتكلم على الكاميرا أداءها منطقي بالنسبة للسعر في النهاية ما تنساش تشوف مراجعة الوانك ليك بوب تول موجودة على القناة وإنت تختار المناسب لك لو عجبك الفيديو اضغط على اللجو اللي ظهر لك دلوقتي الاشتراك في القناة وصلك تنبيهات مراجعة أحد سلوات في وقت نسولها ما تنساش اللايك في الفيديو وشير مع أصدقائك ومتابعتنا على الفيسبوك للرد على تساولاتك سبحانك الله ومحمدك نشهر ولا إليه لأنت نستغفرك ونتوب إليك سلام عليك